بدرية طلبة تحتفل بزفاف بنتها في حفل أسطوري أهلا بكم في قناة منوعات بوتة الأخبار الفن والفنانين والمشاهير وأحدث ترندات على السوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل احتفلت الفنانة بدرية طلبة بزفاف ابنتها في حفل زفاف أسطوري كبير حضروا عدد كبير جدا من الفنانين منهم سوسن بدر منال سلامة، آيتن عامر ومن المطربين كان حمادة هلال اللي غنى كتير جدا ومصطفى أمر اللي رأس مع بدرية طلبة على أغاني حمادة هلال وكثير من الإعلاميين وظهرت متقلقة في الفرح بدرية طلبة مرتدية فستان سورية دهبي وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ومن شدة فرحتها ببنتها بكت في الفرح وده لأنها هترجع البيت مش هتلاقي بنتها وهتكون بنتها في بيت الزوجية يعني في بيت تاني ومن حضور الفنانين غابت الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز ومع تساؤلات عن غيابها تضربت الروايات ما بين انشغلها في الحملة الإعلانية لمجوهرات لازوردي وأيضا تصوير أعمال سينمائية ومسلسل وما بين ان هي نفسيا مش أحسن حاجة مما جعلها تتغيب عن فرح ابنة صديقتها المقربة جدا بدرية طلبة التي دائما بتدافع عنها في أي حوار أو أي موضوع وبتكون أول المعلقين في أي حاجة تخص ياسمين عبد العزيز وذلك لقربها الشديد منها وحبها الزيد لياسمين وقد تحدثت بدرية طلبة سابقا في حوار صحفي عن جدعانة ياسمين عبد العزيز معها وعن قد إيه هي بتحبها ومرتبطة بيها